هل تعلم ماذا يحدث لوالديك عند زيارة قبرهما سبحان الله العظيم حكى عثمان بن سواد وكانت أمه من العابدات قال لما احتضرت رفعت رأسها إلى السماء وقالت يا ذخري ويا ذخيرتي ومن عليه اعتمادي في حياتي وبعد مماتي لا تخذلني عند الموت ولا تحشني في قبري قال فماتت فكنت آتيها كل جمعة وأدعو لها وأستغفر لها ولأهل القبور فرأيتها ليلة في منامي فقلت لها يا أماه كيف أنت قالت يا بنيه إن الموت لكرب شديد وأنا بحمد الله في برزخ محمود يفترش فيه الريحان ويتوسد فيه السندس والاستبرق إلى يوم النشور فقلت ألك حاجة؟ قالت نعم لا تدع ما كنت تصنع من زيارتنا فإني لأسر بمجيئك يوم الجمعة إذا أقبلت من أهلك فيقال لي هذا ابنك قد أقبل فأسر ويسر بذلك من حولي من الأموات قال بشار بن غالب رأيت ربيعة في منامي وكنت كثير الدعاء لها فقالت لي يا بشار هداياك تأتينا على أطباق من نور مخمرة بمناديل الحرير قلت وكيف ذلك؟ قالت هكذا دعاء الأحياء إذا دعوا للموتى واستجيب لهم جعل ذلك الدعاء على أطباق النور وخمر بمناديل الحرير ثم أوتي به إلى الذي دعي له من الموتى فقيل له هذه هدية فلان إليك من كتاب الروح لابن القيم هم أموات ولكن أرواحهم تنتظر منا أبسط الدعوات ليفرحوا بها وأنت تقوم بمشاركة هذا الفيديو احتسب هذه النية الأجر العظيم في إدخال الفرح على موتى المسلمين إن شاء الله أن تفرح أنت بدعوات الناس لك بعد وفاتك دقائق من فضلك لا تنسى موتانا من الدعاء لا تنسوا مشاهدين الكرام مشاركة الفيديو مع أصدقائكم لتعم الفائدة وشكرا لكم على حسن المتابعة وإلى اللقاء اللهم من يرى هذا المقطع ومن ساهم فيه ومن أعانى على نشره اللهم فغفر له ذنوبه كبيرها وصغيرها جلها ودقها عظيمها ودقيقها يا رب العالمين يا رب العالمين شكرا